اهلا بكم العديد من الدراسات الحديثة اظهرت ان تناول حبة ثوم واحدة على الريق صباحا يزيد من فاعلية الثوم الذي يعمل كمضد حيوي طبيعي لانه خلال الصباح تكون البكتيريا في الجسم مكشوفة جدا وبالتالي لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد فاعلية الثوم هل يمكن استبدال المضادات الحيوية بالثوم يتكون الثوم كيميائيا عادة من مواد نيتروجينية سوديوم، بوتاسيوم، سيلينيوم، كاليسيوم، مغنيسيوم، سيليكونا كيبريت، حمض الفسفوريك، فيتامينات بي، سي، دي بالاضافة لزيوت الأساسية ومدة فيتوستيرول علاوة على ذلك يعتبر الثوم مادة غنية بالآليات الدفاعية النباتية ومدة الأليسين التي لها تأثير قوي على الجراثيم وتسرع عملية الشفاء من العدوى كما أن الثوم فعال في محاربة لن لتهابات الفطرية فكل هذه الأمور تجعل هذه المدة فعالة للغاية وأفضل من العديد من المضادات الحيوية التي تستعمل اليوم إليك ماذا يحدث الثوم في جسمك فقط متى تم تناول الثوم على الريق الثوم يساعد في تخفيف الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إذ يقوي دورة الدم ويمنع مشاكل القلب ويساعد الكبد والمثانة على العمل بشكل أفضل يعمل كعلاج فعال لجميع أنواع مشاكل المعدة بما في ذلك الإسهال ويحفز الشهية يعتبر علاجاً رائعاً لمشاكل الأعصاب يساعد أيضاً في تحسين عملية الهضم وبذلك يحسن الشهية يساعد في مكافحة الأكسدة ويعمل كمضاد حيوي ويصفي السمم من المعدة يسهم في السيطرة على التوتر ويوقف الإنتاج الزائد لأحماض المعدة التي تتشكل عند التوتر يساعد في إخراج الديدان والبكتيريا من الجسم وفي منع أمراض مثل السكري والاكتئاب ويحمي من الإصابة ببعض أنواع السرطان كثيرة هي فوائد الثم لجسم الإنسان لما له من قدرة عالية على قتل الميكروبات والفيروسات الكامنة في جسم الإنسان وتزيد قوته لو تم تناول الثم على الريق صحيحاً ونيئاً حتى وإن بقيت رائحته بالفم غير مستحبة وعن موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن الطريقة الصحيحة والسليمة التي يجب إتباعها عند تناول الثم النيء على الريق فالكثير منا يرتكب ذات الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس عند تناول الثم على الريق فرائحة الثم الغير مرغوبة لأغلب الناس تجعلهم يمتنعون عن تناول الثم وبالتالي عدم عصورهم على فوائد الثم السحرية لكن ماذا لو قلنا لك تناول فص من الثم مع كوب من الحليب الدافئ والملئ بالكالسيوم والمعادن الذي يحتاجها الجسم البشري تتم الطريقة بعصر فص من الثم مع كوب حليب ويتم تناوله على الريق يومياً ولمدة شهر كامل ويتم تكرار الوصفة كل شهرين مرة من أبرز فوائد هذه الطريقة يعطي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب يقوي جهاز المناعة جداً يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية يعالج التهابات البروستات وتضخمها يقضي على التهاب اللوز والغدد يمنع إصابات الإنفلونزا قبل حصولها ويعالجها إذا حصلت يخفف المرتفع ويصفي الشريين من الدهون يصفي الدم من السموم ويمنع حصول والتسمم بالأكل وغيره يطرد عنك الحشرات المذية نتمنى لكم الصحة والعافية أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر